اشتركوا في القناة مقتولة داخل سيارتها بعد اربعة ايام من اختفائها وقالت مصادر محلية ان رميلة اختفت يوم الاحد قبل الماضي وتم العصور على جثتها المتعفنة داخل سيارتها يوم الخميس في شارع حدة في احد الاحياء وانها ابنة الدكتور عبد الملك اسماعيل الشرعيبي وهي وحيدة امها الدكتورة لنا الشرعيبي وازهرت التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة ان رميلة لم تنتحر بل قتلت غدرا وقال صاحب بقالة الذي تم العصور على السيارة امامه ان رجلا قام بوقوف السيارة في المكان وجلس بداخلها حتى منتصف الليل بينما كانت رميلة ميتة داخلها ثم غادر المكان بعدما اخذ هاتفها واغلاق السيارة وفي سياق متصل قال والد الطالبة الدكتور عبد الملك بنت تدرس في سنة 4 سيدلة مستبشرا بتخرجها قريبا وهي وحيدة امها وحياتها طبيعية وتحضر الدراسة يوميا دون توقف وتنافس بالدراسة بشكل دائم وتتصل لامها لتصرع في تجهيز الغداء كونها جعانة كثير وتخرج من الجامعة وتختفي مع سيارتها خلال ساعة وتظهر مقتولة بسيارة بعد اربعة ايام ووضعها يرسى له كون الجثة لها اربع ايام داخل سيارة مقتومة الاكسوجين مغلق الابواب والموضوع مع الامن حاليا وقالت بعض المصادر ان تحقيقات اظهرت ومراجعت كاميرات المراقبة ان رميلة لم تنتحر بل قتلت غدرا وقالت بعض المصادر انها تم قتلها من قبل صديقتها من قسم الاسنان في السنة الرابعة وسلسة طلاب اخرين اعزاء المتابعين نسأل الله العظيم ان يرزق اهلها وزويها الصبر والسلوان حزبنا الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم من كل ظالم اللهم امين في كل مكان ويرحمها ويرزق اهلها الصبر اعزاء المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته